إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها المضمون هو هو الذي تقدم في سورة طاها في سورة الحشر وفي سورة الإسراء من أن الأسماء الحسنى بكل مراتبها لله سبحانه وتعالى وهذا المضمون هو هو الذي ستسمعه الخلائق حينما يطرح هذا السؤال في عرصات يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار كل شيء راجع إلي قلت لكم الأسماء الحسنى هي الحكومة الإلهية التنفيذية في هذا الوجود كلها عائدة إلي راجعة إلي لن تعود إليه بشكل مباشر هو منزه عن هذه المعاني كل شيء عائد إلى وجشه إلى وجشه الباقي بعد فناء كل شيء إلى الحقيقة المحمدية ولله الأسماء الحسنى ومر علينا فإن الأسماء الحسنى هي مشارق ومجال الحقيقة المحمدية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدعاء العبادة كل شيء في جانب المعنى وفي جانب المادة وما بين المعنى والمادة كل شيء يرتبط بمنابع هذا الفيض منابع هذا الفيض الذي نتواصل معه ويتواصل معنا في كل أشكاله ومراتبه منابع هذا الفيض من خزائن الأسماء الحسنى التي هي مظاهر ومجال ومشارق من الحقيقة المحمدية التي هي وجه الله الأعظم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تستمر الآية وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ هناك من يُلْحِدُ في أسمائه وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ من مُرَادُ من مُرَادُ من الإلحاد وبالمناسبة فإن الإلحاد في ثقافة القرآن يرتبط بمحمد وآل محمد إذا ذهبنا إلى سورة فُصِّلَت إلى سورة فُصِّلَت وإلى الآية الأربعين بعد البسملة من سورة فُصِّلَت إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا مَن مُرَادُ من الإلحاد الإلحاد هو الميل ألحد في الأمر ما لفيه عن اتجاهه ولذا يقال لهذا الذي يُصْنَع في القبر حينما يكون هناك ميل في الحفر يقال له اللحد إنه ميل في الحفر فألحد مال في الأمر عن اتجاهه الصحيح إن الذين يُلْحِدُونَ في آياتنا الآيات إن كانت تدوينية فهي الصورة الصامتة لهم فهذا الكتاب الصامت وهم الكتاب الناطق علي هو الكتاب الناطق إن كان الحديث عن آيات تدوينية عن آيات صامتة فهي تشير إليهم بنحو وبآخر كل حرف في الكتاب الكريم يشير إليهم بنحو أو بآخر حتى الآيات التي في أعدائهم فالحديث عن أعدائهم وعن البراءة من أعدائهم هو إشارة إليهم بشكل غير مباشر في أجوائهم وإنما كان هؤلاء أعداء لأنهم نافروا وعادوا محمدا وآل محمد فجاء وصفهم السيء في الكتاب الكريم فالكتاب بكله من أوله إلى آخره يرتبط بهم وبشؤونهم تارة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر إن الذين يلحدون في آياتنا فهذه الآيات إن كانت تدوينية في الكتاب الكريم فهي عائدة إليهم كما يقولون في الفلسفة ما هو بالعرض يعود إلى ما بالذات الذات هم وهذه عوارض فهي عائدة إليهم وإن كان الحديث عن الآيات التكوينية من فيض صادر من الحقيقة المحمدية فتلك هي آياتهم في مستوى التكوين وإن كان الحديث عن أكرم الآيات الإلهية فهم هم مثل ما نقرأ في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها هم أكرم الآيات اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها هم أكبر الأسماء أمير المؤمنين هو الذي يقول ما لله من آية أكبر مني هو الآية الكبرى هو الاسم الأكبر هو الآية العظمى هو الاسم الأعظم إن الذين يلحدون في آياتنا يلحدون في آياتنا في الحقيقة هم لا يلحدون في الآيات وإنما يلحدون في إدراك عقولهم فآيات الكتاب باقية على حالها آيات التدوين وآيات التكوين أصادرة من الحقيقة المحمدية السنن فيها ثابتة والآيات الأكرم والأعظم هي هي على كرامتها وعلى عظمتها لكن هؤلاء الذين يلحدون في الآيات هم الذين أمالوا عقولهم وأمالوا قلوبهم وأمالوا فطرتهم عن المسار الصحيح تلك هي الحقيقة من الآخر إن الذين يلحدون في آياتنا يغيرون اتجاه عقيدتهم فالآيات مضمونها كذا كذا إن كان ذلك في مستوى التدوين أو كان ذلك في مستوى التكوين أو كان ذلك في مستوى أعظم الآيات وأكرمها وأكبرها هم يحرفون اعتقادهم يميلون باعتقادهم من الصواب إلى الخطأ فهؤلاء هم الذين يلحدون في الآيات بالضبط الذين يتركون تفسير محمد وآل محمد ويذهبون إلى تفسير النواصب أو إلى تفسير من عند أنفسهم الذين يتركون منهج علي وآل علي في تفسير القرآن ويذهبون إلى منهج التفسير العمري مثل ما يفعل مراجع النجف الآن وفعلوا سابقا منذ الطوسي منذ تفسيره التبيان وإلى يومنا هذا مثل ما يفعل الخطيب الوائلي وكذلك بقية الخطباء حينما يأتوننا بتفسير النواصب مثل ما تفعل المؤسسات القرآنية الشيعية وهي تدرس القرآن وفقا لمنهج النواصب مثل ما تفعل الفضائيات التي تقدم البرامج القرآنية وفقا للمنهج الناصبي هؤلاء هم الملحدون الملحدون بحسب ثقافة القرآن هؤلاء هم مراجع النجف هم الملحدون خطباء المنبر الحسيني هم الملحدون الذين يأخذون آيات الكتاب بعيدا عن مسارها الصحيح إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الذين يلحدون في آياتنا الذين يميلون بها بعيدا عن حقائق مضمونها عن صراطها المستقيم عن اتجاهها الصحيح وهذا ما يفعله مراجع النجف في استنباط عقائدهم وفي تفسير قرآنهم وفي استنباط الفتاوى يميلون بعيدا منحرفين عن المسار الذي يريده إمام زماننا ولذا قال لهم مخاطبا أكثر مراجع الشيعة ماذا قال لهم مذ جنح كثير منكم جنح ماله هؤلاء هم الملحدون الجانحون هم الملحدون مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة أنتم ذهبتم ألحدتم وجنحتم الإلحاد هو الميل هو الانحراف إلى الاتجاه الخاطئ وهذا هو الذي قام به مراجع الشيعة والإمام يتحدث عن الكثرة المتكاثرة الذين هم ترجع إليهم الشيعة فإن الكثرة المتكاثرة على منهج واحد فهذا يعني أن المنهج الذي عليه الكثرة المتكاثرة الآن هؤلاء هم الملحدون وهم الذين جنحوا بعيداً عن المسار الصحيح وإلا فإن الذي عليه الشيعة الآن عامة الشيعة تتبع المراجع الذين منهجهم هو منهج الأكثرية هذا إذا كان هناك من أقلية تخالف هذا المنهج ولا أعتقد ذلك حتى لو كان هناك فإن الخلافة يكون داخل المنهج الخاطئ هناك اختلافات فيما بينهم في داخل المنهج الخاطئ يعني أن الجميع على نفس المنهج البعيد عن محمد وآل محمد فأين القلة لا توجد قلة هي كثرة متكاثرة على هذا الضلال كانوا كثرة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة هذه الرسالة وجهها إمام زماننا سنة أربعمائة وعشرة لمراجع الشيعة بواسطة الشيخ المفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون حتى لو قال قائل ربما صححوا مسارهم أين؟ في تفسيرهم لازالوا لا يأخذون بتفسير علي وآل علي أين؟ في عقائدهم لا زالوا يعتمدون على علم الكلام الناصبي أين؟ في فتاواهم لا زالوا يعتمدون على طريقة الشافعي في الاستنباط وعلى أصوله الفقهية إلى يومك هذا فهذا يكشف عن أن الجميع دخلوا في نفس الاتجاه القضية ما بقيت على الأكثرية إن كان في سنة 410 حديث الإمام عن الأكثرية من مراجع الشيعة أصبح الجميع اليوم لأن الجميع في خانة واحدة كلهم يعملون بملهج واحد كلهم يستنبطون العقائد بنفس الطريقة ويستنبطون الأحكام بنفس الطريقة ويفسرون القرآن بنفس الطريقة هؤلاء هم الملحدون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحج أذهب بكم إلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الحج نذهب إلى فاصل أذهب بكم إلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مورد الشاهد هنا الحديث عن المسجد الحرام القسم الأول من الآية في أجواء المسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هذا حديث عن إلحاد في أجواء المسجد الحرام ماذا قال محمد وآل محمد عن هذا الإلحاد الجزء الأول من الكاف الشريف باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية الحديث الرابع والأربعون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع من الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ماذا قال إمامنا الصادق نزلت فيهم في من نزلت في أصحاب الصحيفة الصحيفة التي كتبوا فيها برنامج السقيفة وطبقوه في سقيفة بني ساعد نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين الآية هي هذه الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات العاكف المقيم والبات الذي يأتي لزيارته وبعد ذلك يرحل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم هكذا يقول إمامنا الصادق نزلت فيهم في أصحاب الصحيفة حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين من خلافته وإمامته ووصيته بعد رسول الله فهؤلاء مجموعة من كبار الصحابة تعاقدوا في الكعبة وكتبوا ذلك في صحيفة تعاهدوا فيما بينهم على أي شيء على قتل رسول الله وعلى إقصاء أمير المؤمنين برنامج السقيفة برنامج السقيفة بكل تفاصيله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقول الصادق صلوات الله عليه نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين هذا ما جاء في الكاف الشريف والكلام هو هو في تفسير القمي والقمي هو أستاذ الكليني وشيخه الكبير بحسب طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في ذيل الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين والمصداق الأول أولئك الذين كتبوا الصحيفة قال قال نزلت في من يلحد في أمير المؤمنين فهم قد أمالوا بيعة الغدير وأمال طريق الأمة إلى اتجاه آخر في سقيفة بني ساعد فالإلحاد هو الميل هو الانحراف هو الابتعاد عن الصواب فتلاحظون أن الإلحاد في سورة فصلت هو إلحاد في آياتنا في محمد وآل محمد وكذلك فإن الإلحاد في سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إنه إلحاد أيضا بحق محمد وآل محمد الصادق يخبرنا من أن الحسين متى قتل يوم كتب الكتاب يوم كتب الصحيفة فهذا الإلحاد هو إلحاد يشير إلى قتل الحسين يشير إلى قتل فاطمة إلى قتل علي إلى قتل الحسني إلى قتلهم وظلامتهم جميعا فالإلحاد في الكتاب الكريم يرتبط ارتباطا واضحا بحسب تفسيرهم لا شأن لي بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفسير سقيفة بني نجف أخزاهم الله حيث ركضوا على منهج النواصب وجاءونا بهذا الدين المسخ سود الله وجوههم منذ أيام الطوس وإلى يومنا هذا الإلحاد في شأن محمد وآل محمد هذا واضح وواضح جدا أعود إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة وَللَّهِ وَللَّهِ هَا النواصب نواصب السقيفة الأسماء الحسنى عندهم ألفاظ هناك تسعة وتسعون اسما تعلق في البيوت ويرددها قراء التواشيح الدينية في الفضائيات وعلى المنابر في المساجد وعبر مكبرات الصوت هذه هي الأسماء الحسنى عندهم أنا لا أقول من أنهم يحصرون الأسماء الحسنى بهذا العدد البعض منهم فعل ذلك والبعض منهم حصر الأسماء الحسنى بالأسماء التي وردت في الكتاب الكريم وصوفيتهم كابن عربي وأمثاله أوصلوها إلى الألف في ثقافة أهل البيت ليس هناك من عدد معين لهذه الأسماء لا عدد لها ولا حصر لا شأن لي بما يقولون عن عددها وعن مراتبها بالنتيجة هم يجعلون أسماء الله الحسنى ألفاظا هذا كل الذي في كتبهم يتحدثون عن ألفاظ هذا إلحاد بأسماء الله الحسنى الألفاظ هي مظهر من مظاهر الأسماء الحسنى هذه الأسماء الحسنى اللفظية فهؤلاء الذين حصروا الأسماء الحسنى بحدود الألفاظ بحدود ما يلفظ وبحدود ما يكتب هؤلاء هم الذين يلحدون في أسمائه فيخرجون حقيقة الأسماء الحسنى بحسب اعتقادهم وإلا فإن الأسماء الحسنى لا تخرجوا حقيقتها ولكن بحسب عقيدتهم يخرجون الأسماء الحسنى من حقيقتها ويذهبون بها مائلين منحرثين إلى جادة الضلال الأسماء الحسنى تلك الحقائق العظيمة يحصرونها بهذه الصورة اللفظية التي تلفظ وتكتب مصداق واضح للملحدين بأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يجعلون الأسماء الحسنى بحدود عالم الألفاظ وهذا ما فعله مراجع النجف لو رجعتم إلى ما كتبه مراجع النجف علماء الشيعة فإنهم يتحدثون عن الأسماء الحسنى إن كان ذلك في تفاسيرهم أو في كتبهم الاعتقادية أو حتى في الكتب التي شرحوا فيها بعض الأدعية وشرحوا فيها الأسماء الحسنى يتحدثون عن أن الأسماء الحسنى هي ألفاظ وإذا ما اختلفوا اختلفوا في أن الأسماء الحسنى هل تدل على الذات أو على الصفات والأفعال فقط لا أريد أن أخوض في آرائهم لا شأن لي بما يقولون إنما أريد أن أبين لكم ما المراد من الإلحاد وما المراد من الملحدين في الكتاب الكريم لأنني دائما أقول في برامجي من أن الإلحاد في ثقافة العترة الطاهرة غير الإلحاد الذي يتحدث الناس عنه الآن الإلحاد في الكتاب الكريم وفي ثقافة العترة الطاهرة هو ما يرتبط بمحمد وآل محمد العقائد الضالة التي عليها النواصب وعليها مراجع النجف هؤلاء هم الملحدون القرآن هكذا يقول وسأقرأ لكم الروايات والأحاديث هذا القرآن يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة حديث طويل في الباب الخمسين صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش باب العرشي وصفاته الحديث الأول حديث طويل من صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش يستمر إلى صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش في صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش والحديث عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عن حنان ابن سدير وسدير هذا هو سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا حنان ابن سدير يقول سألت أبا عبد الله سألت الإمامة الصادقة صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل مثل ما قلت لكم يبدأ في صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش بسنده وينتهي في صفحة ثلاثمائة وثلاثعاش الإمام يقول وله الأسماء الحسنى له لله سبحانه وتعالى مثل ما مر علينا في آيات الكتاب الكريم وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كيف يلحدون في أسمائه الإمام يقول جهلا بغير علم كما عليه مراجع النجف لأنهم يعتمدون على ما أخذوه من النواصف وهو الجهل ولا يأخذون ما جاء عن محمد وآل محمد وهو العلم وذروا الذين اتركوهم فروا منهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك هذا مشرك فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهؤلاء ملحدون وهؤلاء كافرون وهؤلاء مشركون من هم هؤلاء الإمام يستمر بحديثه فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها يضعونها غير مواضعها بالضبط مثل ما يفعل النواصب فيجعلون الأسماء الحسنة حصرا في هذه الألفاظ ويؤلفون المؤلفات ويكتبون الكتب الطويلة والعريضة ومن قال بخلاف قولهم هذا حكموا بكفره نواصب النجف فعلوا ذلك أيضاً الأسماء الحسنة لها مواضعها هناك الأسماء الحسنة في عالم الألفاظ لها مواضعها ولكن الأسماء الحسنة في عالم الألفاظ لا تعد بشيء إذا ما تحدثنا عن الأسماء الحسنة التي هي حكومة هذا الوجود الألفاظ صورة لفظية فقط حقيقة الأسماء الحسنة في القدرات الإلهية الهائلة التي تتجلى فيما فيما تجلى من الحقائق من الحقيقة المحمدية تلك هي الأسماء الحسنة حينما نأتي ونضع الأسماء الحسنة في الألفاظ فقط فإننا قد وضعناها في غير مواضعها وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق ويقول من أن الذي يفعل ذلك هذا هو الملحد الذي يتحدث عنه القرآن وهذا هو المشرك وهذا هو الكافر وهذا هو الجاهل ولذلك ماذا قال القرآن وذر الذين يلحدون في أسمائه اتركوهم اتركوهم لجهلهم لشركهم لكفرهم أقرأ عليكم مرة أخرى وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها في الكتاب فقال فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم هؤلاء جهال حمير هؤلاء حمير لا أتحدث عن الحمير الحيوانات أتحدث عن الحمير المسوخ عن الحمير البشر جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك يشرك وهو لا يعلان ويكفر به يكفر بالله وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال وما يؤمن الذي قال هو الله فلذلك قال وهذه الآية من سورة يوسف فلذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون من هؤلاء فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم ما يسمونه بعلم عندهم هذا هو الجهل العلم عند محمد وآل محمد فقط هم الذين يقولون نحن العلماء وشيعتنا متعلمون وسائر الناس همج الرعا هم يقولون هكذا من هم هؤلاء الجهال من هم هؤلاء الحمير الحمير البشري من هم هؤلاء الملحدون المشركون الكافرون فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها النواصب بكل تشققاتهم مصداق واضح لهذا الذي يتحدث عنه القرآن ويتحدث عنه محمد وآل محمد وكذلك مراجع النجف كتب تفسيرهم دالة على ذلك كتب عقائدهم دالة على ذلك ثقافتهم حديثهم هذا الذي علموكم إياه هل علموكم غيره هذا إذا كنتم قد تعلمتم نذهب إلى فاصل صفية النواصب لم يذهب بعيدا عن المعنى الذي ذهب إليه فقهاء ومفسر سقيفة بن ساعد صفية النواصب وضعوا بعدا نورانيا بحسب خيالاتهم لهذه الأسماء وقسموا الأسماء بحسب حالاتهم الصوفية فكل طريقة من طرائق الصوفيين يقسمون الأسماء الحسنى بحسب حالاتهم وكأن الأسماء الحسنى قسمت لأجل حالاتهم الصوفية المعنوية العبادية السلوكية قولوا ما شئتم فكل طريقة من طرائق الصوفية لها نظامها الخاص بها بالأسماء الحسنى يعطون بعدا نورانيا بحدود تصورهم والذي ينظر إلى ما كتبوه وما يفعلونه في طرائقهم الصوفية كأن الله يغير أسماءه الحسنى بحسب حالات الوجد والعشق عندهم هراء في هراء هؤلاء أيضا من الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه وصوفية الشيعة أيضا منهم من اتخذ الطرائق التي عند الصوفية النواصب ومنهم من شق له طريقا حتى الذين كتبوا وألفوا في هذا الموضوع لم يخرجوا عن المسار الذي عليه نواصب السقيف ربما من أكبر الكتب التي ألفت في الأسماء الحسنى ما كتبه هادي السبزواري ملا هادي السبزواري صاحب المنظومة الفلسفية كتب شرحا لدعاء الجوشن الكبير معروف بشرح الأسماء الحسنى لم يخرج في شرحه هذا عن اللغة عن الوجود اللفظي لهذه الأسماء وأضاف إليها بعض النتفي مما قالته المتصوفة وقالته الفلاسفة هذا كل الذي جاءنا به ووفقا لمذاق صوفي مشبع بمذاق ابن عربي لربما من أعمق الذين كتبوا في هذا الموضوع ليس بشكل خاص وإنما في طوايا كتبه المنتشرة السيد الخميني ولكن ما كتبه ما هو ببعيد عما عليه منهج ابن عربي والبقية كذلك أما صاحب الميزان وهذه الجهة جهة صاحب الميزان فهؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم أتحدث عن مدرسة إحسين قلي الهمداني ومدرسة سيد علي القاضي ومحمد إحسين الطباطبائي صاحب الميزان هو من رموز هذه المدرسة البارزة هذه الجهة هؤلاء غارقون إلى أمهات رؤوسهم في منهج ابن عربي ومنهج ابن عربي منهج صوفي بعيد تمام البعد عن منهج العترة الطاهرة أولئك الذين يكتبون الأحراز والحجوب ويكتبون الطلاسم ويستعينون بالأسماء الحسنى ويقولون هذا الإسم له خدم من الملائكة والجن ويجعلون للأسماء أرقاما وهناك ما يسمى بعلم الأذكار والأوفاق كل أولئك أيضا كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يخطون يخطون بصف الاستكان لأنهم ما رجعوا إلى قرآن محمد وآل محمد وأخذوا تفسيره من محمد وآل محمد ولا رجعوا إلى المنظومة الهائلة من الأدعية من الأدعية بشكل عام أو من الأدعية الخاصة بالأسماء الحسنى والتي تشتمل على الحقائق والأسرار والمعارف التي ترتبط بهذا الموضوع لا يفقهون منها شيئا ذول يخطون بصف الاستكان والنصيرية وأمثالهم الذين قالوا من أن علي هو المعنى وأن محمدا هو الاسم هؤلاء لا يفقهون شيئا من التوحيد الحقيقة المحمدية هي اسم الذات الأولى وعلي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية إذا أردنا أن نقول هناك اسم ومسمى في أفق الحقيقة المحمدية فإن الحقيقة العلوية هي الاسم والمسمى الحقيقة المحمدية وهؤلاء ذهبوا بعيدا وألحدوا في أسماء الله إلحادهم يختلف عن إلحاد علماء النجف من أنهم وضعوا الأسماء الحسنة في موضع الألفاظ فقط أما هؤلاء فقد ألحدوا باتجاهات أخرى وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يخرجون الأسماء عن مسارها الصحيح اتركوهم اتركوا هؤلاء إذن أين المسار الصحيح المسار الصحيح في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بحديثهم في أدعيتهم وزياراتهم التي يشرح بعضها بعضا هذا الذي أقوم به بين أيديكم وفقا لمنطق العقل السليم أتحدث عن العقل في أجوائنا الدينية فلا يقول قائل من أن أصحاب العقول من الديانات الأخرى يرفضون كلامي أنا لا شأن لي بأصحاب الديانات الأخرى أنا أتحدث عن عقل منضبط بقواعد الدين وعن دين منضبط بقواعد العقل التي يتفق عليها الجميع فالأثر يدل على المؤثر والنقيضان لا يجتمعان والمتضادان يمكن أن يجتمعا من جهتين مختلفتين والكل أكبر من الجزء وفاقد الشيء لا يعطيه وهكذا هذه البديهيات التي تتفق عليها كل العقول ممن يعتقدون بوجود إله وممن لا يعتقدون بوجود إله ممن يعتقدون بوجود إله ولا يعتقدون بوجود دين وممن يعتقدون بوجود إله ويعتقدون بوجود دين ممن يعتقدون بدين اليهودية ولا يعتقدون بدين المسيحية ودين المسلمين وهكذا وممن يعتقدون بدين النصارى ولا يعتقدون بالديانات الأخرى وكذلك في دين محمد ممن يعتقدون بعلي وآل علي وممن لا يعتقدون بهم هذه بديهيات يتفق عليها الجميع ما عرضته ليس معارضاً لهذه البديهيات وأما قواعد العقل وفقاً للدين فإنني ما عرضت شيئاً يخالف قواعد العقل التي تنضبط بتعاليم الدين ببديهيات تعاليم الدين وما بينت لكم شيئاً خلاف الذوق الطبيعي للتفكير البشري وما عرضت عليكم شيئاً مخالفاً لقواعد الأدب العربي في فهم النصوص ولا حاولت أن أقوم بعملية لي أعناق الأحاديث عرضت الأمور واضحة صريحة أبدأ من القرآن المفسر بحديثهم الواضح وبعد ذلك أتوجه إلى أدعيتهم الواضحة وإلى زياراتهم الصريحة وأقرأ عليكم من الكتب التي تعرفونها هذا هو الذي فعلته عودوا إلى هذا المنهج ليس لأنني أتبع هذا المنهج هذا المنهج هو الأحق بالاتباع حكموا عقولكم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أتعلمون ماذا حدث القرآن عن هؤلاء عن هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه من النصيرية من الصوفية من هؤلاء أصحاب السحر والطلاسم وأمثال هؤلاء من النواصب من مراجع النجف من مفسري الشيعة هؤلاء كلهم يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية التي قبل هذه الآية ماذا تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لماذا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء هم مراجع النجف عرفاء الشيعة هؤلاء هم النصيريون وأمثالهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه غفلة ليست إنسانية هذه غفلة حيوانية بل هم أضل هذه غفلة أضل من غفلة الحيوانات لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فكيف يسمون بالفقهاء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء طرشان عميان ثولان أغبياء وقبل خليل وصفهم الإمام بالمشرقين بالكافرين وها هو القرآن يصفهم بالملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى ومراجع النجف يقولون لك من أن الأسماء الحسنى هذه الألفاظ وأل هي تطلق على الذات أم تطلق على الصفات والأفعال ويدخلون في هذه التفاصيل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضال والإمام وصفهم بالمشركين بالكافرين بالجهال والقرآن يصفهم بالملحدين لماذا تلومونني حينما أصفهم بالثولان والأغبياء هذا متح عظيم له هذا متح عظيم عظيم عظيم